ازايكم حبيب المتابعين يارب تكونوا بخير النهاردة معدنا معلقة فيديو جديد هنعمل معمول السميد معمول السميد وصفة لذيذة خالص وبسيطة قوي قوي وهنعمل بكمية بسيطة من الدقيق والسميد كمية كبيرة من المعمول طعم حل وقوي بجد يعني واحدة بس مع كوباية شاي يعني تصبط مزاجك الصبح ومفيدة جدا جدا طعمها حل وقوي شايفين هقولك بقى ازاي تحفظي على الرسمة كده وازاي تحشيها بقى حشوة لذيذة ولطيفة كده زي ما انتو شايفين وتبقى مرملة وحلوة قوي كل اللي هتعملوه تعملو لايك للفيديو تكتبوه لكم وانتا حل تكملو الفيديو للنهاية وتشتركو في القناة يلا بينا نشوف المقدير اول حاجة عندي 250 جرام من الدقيق انا استخدمت دقيق كعكة وبس كويت 250 جرام يعني كوبايتين من الدقيق بكوباية المعيارية او مج الشاي و250 جرام من دقيق سميد برضو حوالي كوباية ونص من الكوباية المعيارية ونص كوباية من سكر حبيبات نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر ومعلقة كبيرة من المحلب او هيل او بهارات كعكة بيدي طعم حلو اول معمول ده ممكن تستغني عنه وممكن لا رشة بقى من الملح وهنبتدي ان احنا نقلب المكونات الجفة دي كلها مع بعض هنبدأ بقى نحضر حوالي 200 جرام من السمنة دي سمنة مزابة او كوباية من السمنة بتقسيها كده وهي بردة وبعدين بتسيحها كده في المايكرويف او على النار تسيح بس وبعد كده تنزلي بها على الدقيق ونزود ربع كوباية من الزيت النباتي خدي بالك بقى هنا احنا استخدمنا دقيق السامولينا او دقيق السميد دوت لما بيتقلب او بيتعاجن كتير بينشف فاحنا مش عايزين العجينة معايا تنشف او تديني نتيجة مش كويسة فكل اللي احنا بنعمله احنا بنقلب السمنة او المادة الدهنية بالدقيق احنا بنقلب بس بحيس ان الدقيق يبدأ يتشرر بالسمنة والزيت اللي احنا حطيناه ده وبس اول ما حس ان كل الدقيق تشرب السمنة هوقف تقليب وهبدأ بقى اغطي العجينة وهوحطها في التلاجة مهم قوي بقى عجينة السميد دي او معمول السميد مهم انهو يتحط في التلاجة إلا حاجة ساعتين يعني لو السميد اللي انت مستخدمه ناعم قوي هيبقى كفاية عليه قوي ساعتين لو سميد خشن او مش ناعم هنحطه بقى حوالي 6-7 ساعات يوم اثنين يعني تقريبا في الشوان بيحطوه تقريبا يومين في التلاجة علشان يتأكدوا ان كل السمنة شربت انا حطيته تقريبا 6 ساعات او 7 ساعات علشان بس اتأكد وعلشان كان وراي حاجات كتير بعملها فحطيته براحته وبعد كده بدأت ان انا اشتغل بيه هنا بقى ابتدت ان انا حضر الحشوة دي نص كيلو من العجوة العجوة او الطمر المفروم حطيت عليها معلقة من السمنة شايفين سمنة كده بدرجة حرط الورفة او زبدة وحطيت عليها معلقة من الارفة انا بحب الارفة وحبيت طعمها قوي قوي مع العجوة ممكن استبدالي الارفة بهيل او بهارات كحك او محلب هتحجينيهم مع بعض لحد ما تترى كده وبعدين تاخدي العجوة وتعمليها سطوانة كده علشان تقدر ان انت تقطعيها لقطع متساوية ممكن لو عندك ميزان توزيني قطع متساوية بالنظر كده مفيش مشكلة تاخدي كل قطع وتدوريها كده وتعمليها كورة وتحطيها على جنب شايفين هنا بقى بعد ما عدى 6 او 7 ساعات انا مش فاكرة بس هو اكتر من ساعتين انت ممكن تحطيهم ساعتين تحطي اكتر براحتك بس انا حطيتها 6 او 7 ساعات اتدت من نتيجة حلوة هنا بقى تقدر تحطي بعد ما طلعت من التلاجة شايفين جامدة ازاي حط عليها نص كوباية من اللبن اللبن مش دافي ولا حاجة بدرجة حارط الغرفة نص كوباية من اللبن هتحطيها وتبدأي كده شايفين انا بعمل ايه بقى دي هتبدأي ان انت تحاولي ان انت تفكيكي كده العجينة باللبن يعني تخلي بس اللبن والعجينة هيتشربه مع بعض مش بنعجن احنا بس بنحاول نقلب هي هتبقى صعبة بس شوية عشان تحط طبعا في التلاجة والسمنة مسكت بس بعد شوية كده هتلاقيها ايه لانت معاك ما تحاوليش ان انت تفكيكيها غير بايدك يعني ما تعملش اي حاجة فيها غير بايدك هي شوية وحتلين معاك زي ما انت شايفها هتلين معاك وحتبقى حلوة خالص شايفين بعد ما قلبنا العجينة شايفين شكلها بقى حلوة ازاي طب هتطميني ازاي ان المقدير مزبوطة والعجينة مزبوطة هتمسكها كده وتضغط عليها بايدك تلاقيها نعمة معاك كده وبتروح وتيجي خلاص كده العجينة جهزة معاك وحنشتغل فيها على طول ما بترتحش تاني بقى خلاص ده بقى القالب اللي بنشتغل بيه ده بيباع فيه محلات مسلزمات الحلويات ده فيه منه مربع وفيه منه مدور ده للباسكاوتات والمعمول والكحك وحاجات كتير تقدر ان انت يستخدميها سعر وكانش غالي يعني تقريبا كان بحاجة وثلاثين او خمسين مش فاكرة لان انا مشتريها من مدة طويلة بس هو مش غالي يعني موجود منه المدور والمربع هتاخدي بقى جزء كده من العجين انا وزنت العجين عشان كله يطلع بنفس المقاس يعني ونفس الشكل تقريبا 25 جرام للعجين ونفس الكلام مع العجوة هتعملي العجينة كده رفيعة انا حبيتها كده رفيعة يبقى طبقة العجين مفيعة والعجوة تبقى قدها كده علشان تحس كده بتعمل عجوة وطعم العجين ما يبقاش كتير بعد بقى ما تقوريها زي ما انت شايفة كده بتحاول تعفريها بالدق ليه عفرناها بالدق علشان بس لما اجي شكل بالقالب ما يلزقش فيه ممكن تعفري العجينة نفسها او تعفري القالب نفسه بالدق علشان لما تجي تشكلي ما يلزقش في القالب ويغلبك ممكن بقى تعملي تكوري كل العجين وتعفريه وبعد كده تبدأ ان انت تبصمي كده بالقالب بتاعه براحتك بقى كل كورة تعملي تشكليها براحتك الخطوة دي بقى براحتك شايفين لما بنعفرها بالدقيق ما بيلزقش خالص كل ما تعفري العجينة بالدقيق او تعفري القالب نفسه بالدقيق مش هيلزق معاك ومش هيغلبك علشان كمان العجينة كلها سمنة وطرية فممكن تلزق في القالب وتتدقيق لأ عفري كده العجينة وعفري القالب ويبدأي ان انت تشكليها ما تقليش خالص دي اللي انت بتعفري به ده هتبقى حق كمية بسيطة مش هتبوزلك المقدير ومش هتأثر على شكله ولا اي حاجة شايفين عشان بس يبقى سهل طبعا بتجهزي ساك مش مدهون اي حاجة انا حط ورقة الزبدة بس ولزقها بمسحة خالص كده من الزبدة او السمنة ومش حط حاجة على ورقة الزبدة وانت كمان لو مش عندك ورقة زبدة ممكن تحطي على الصينية او الصغة على طول طب احنا بقى دلوقتي بعد مشكلنا وتعبنا واشترينا بقى القالب عايزين نحافظ على شكل المعمول يفضل محافظ على شكله كده حتى لو بتعمليه بالمنقاش او بتعمليه بقى يبصامة تانية يفضل محافظ على شكله ازاي بندخله فرن سخنه خالص الفرن يبقى مسخناه من قبل 10 دقايق كده ويدخل الاول على الشواية هيدخل 10 دقايق على الشواية ياخد لون حلو شايفين دي الوقت زاد عليها في الشواية علشان كتها تحت الشواية على طول انما الحاجات اللي كانت على الجنب اخدت لون حلو يبقى ما تحاوليش تخليها تاخد اللون ده ده لون كده غامق خليها تاخد اللون الدهبي الفاتح زي ما انت شايفين كده الدهبي الفاتح ده كده لون بيرفكت لها يعني هو بيبقى دهبي ميل للبيض شوية 10 دقايق تحت الشواية و10 دقايق كمان تحت على درجة حرارة 200 او 180 حسب الفرن بتاعك في رفه اوسط يبقى بقى التسوية المزبوطة علشان يطلع معاك شكله مزبوط والرسمة تفضل مزبوطة الفرن اولا سخن على درجة حرارة بعد كده تدفي الفرن من تحت ويشتغل شواية بس 10 دقايق ياخد لون دهبي فاتح خالص من فوق وتبدأي بقى تدفي الشواية وتشغلي الفرن من تحت على درجة حرارة 180 او 200 في رفه اوسط لحد ما ياخد لون حلو من تحت ياخد برضو 10 دقايق وبعد كده تطلعي يبرط خالص على الصاج وبعدين تبدأي تنقليه شايفين حلو جدا طعمو روعة انا عجبني جدا 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 احلى من معمول الدقايق يلا جربوه وقلولي واعملوا لايك للفيديو وكتبولي كمان كومنتات حلوة كتير انا متأكدة ان شاء الله لو جربتوه ان شاء الله هيعجبكو جدا 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 اتبعوا بس الخطوات متعجونهوش كتير حطوه في التلاجة سووه الاول تحت الشواية وبعد كده اتفو الشواية وسووهو من تحت عفروا العجينة وانتو قبل ما تبدأوا ان انتو تبصموها او تحطوها في القلب وان شاء الله هيعجبكو انا متأكدة انا بحبكم والسلام عليكم ورحمة الله